في التليجرام اللي انا عمله اللي احنا بنتكلم فيه على الهجرة وعلى الشغل والبحث عن عمل والكلام ده كله فيه سؤال لاحظت ان هو بيتكرر كتير جدا يعتبر اكتر سؤال بيتكرر في كل الاسئلة اللي بتيجي على التليجرام من او مفتحناها من حوالي 3 اسابيع السؤال ده السؤال هو انا وظيفتي كذا ايا كانت الوظيفة طب انا عاوز اقدم على الهجرة للاستراليا طب وظيفتي مطلوبة ولا لا وطبعا احنا بنجاوب بنفس الاجابة بالزبط الاجابة كالادي فيه لينك هحطه انا في الدسكريبشن اللينك ده فيه قيمة الوظائف المطلوبة في استراليا القيمة دي المفروض انها بتحدث يعني بتحدث كل شوية والتحديث الكبير طبعا بيحصل فيه 1 7 من كل سنة اللي هي السنة المالية الجديدة القيمة دي فيها كل الوظائف ادخل دورة على وظيفتك اتجمل في الموضوع ان الموقع الحكومي للهجرة للاستراليا هتطلق طريقة للبحث او سيرش تقدر انك انت من جوه تدخل تكتب وظيفتك خلينا اخد مثلا مثال انت وظيفتك انك انت مدرس تيتشر فبتكتب تيتشر في البحث بيطلع لك كل الوظائف اللي فيها كلمة تيتشر هتلاقي مثلا فيه حاجة اسمها سيكوندري سكول تيتشر فيه حاجة اسمها سبيشال نيت تيتشر فيه حاجة اسمها اي تينك سيكوندري تيتشر هتلاقي كل الوظائف دي موجودة الجميل في الموضوع انه مش بقولك بس الوظيفة مطلوبة ولا لا او في قيمة الوظائف المطلوبة ولا لا ده بيقولك الوظيفة دي اللي بيشتغلها من حقه يقدم على ايه من انواع الفياز انتو عارفين طبعا ان استراليا فيها قيمة فياز كتيرة او تأشيرات اقامة كتيرة جدا 189 و190 ومش عارف كاموا ارقام كتيرة جدا انا مش حافظها بالصراحة فالميزة انك انت انما بتدور مثلا انت مثلا مثلا انت secondary school teacher مدرس سانوي بيطلع لك القيمة تشوف القيمة بيقولك ايه الفياز اللي انت ممكن تقدم عليها 189 مثلا 190 واتبر كام واتبر ايه وكل فياز من الفياز دي لو ضغط عليها بيبالك بقى مميزات الفيزا دي شروطها طلباتها الكلام ده الميزة برضو في نفس اللينك ده لما مثلا بتقول انك انت secondary teacher او انك انت بتقول مثلا انك مدرس سانوي بيقولك تحت كده في الاخر لما تنزل ايه هي او ايه هي المؤسسة اللي انت المفروض انك بتقدم عندها عشان تعمل حاجة اسمها qualification and experience assessment اللي هو بالعربي بتاعنا وباللي احنا عارفينه بالدرجة اللي هو انك انت تعمل معاهد معادلة لشهادتك وخبراتك فالميزة ان اللينك ده بيجيب لك اللي انت عاوزه من الاخر بالمعنى المصري كده الزتونة او الخلاصة انت لو حطيت وظيفتك ولقيتها طلعت هيطلع لك ايه الاقامات او الفيز اللي انت ممكن تقدم عليها وتحت الخالص بيقولك ايه الاسسمنت بادي انا بقولها بالانجليش معلش بالانجليزي ايه الاسسمنت بادي المفروض انك انت تبتدي توديلهم ورقك وشهاداتك وكبراتك وتشوف طلباتهم ايه عشان تقدر انك انت تعمل المعادلة وبتقدر انك انت تبتدي تقدم على الهجرة لستعادة بس كده او انا هحط اللينك اللينك سهل جدا بعد كده انا بحاول اللي انا اقل اشوف اللي هو الاسسلة اللي بتتكرر كتير وهجاوبها في فيديوهات ده فيديو من الفيديوهات عاوز تدور على وظيفتك في لينك هتحط في اسم الوظيفة هيطلع لك الوظيفة موجودة ولا لا لو مش موجودة خلاص معناها ان انت وظيفتك مش متاحة لو وظيفتك موجودة استراليا بتقولك انت لو وظيفتك دي فانت منحقك تقدم على الفيس ده وده وده لو ملقيتش الفيزة اللي انت عاوزها معناها ان وظيفتك ميفعش يتقدم على الفيزة ده يعني كان في واحد بيسألنا على التليجرام مسلا او بيسأل على التليجرام هو يعني مدرب رياضة مدرب رياضة فمش عارف انا حاجة مش فاكر بالزبط فانا لقيت له ان في حاجات خاصة بالرياضة مدرب رياضة مش عارف بتاع حاجات سبورتس معينة يعني معلش انا بكارم مجليزة اياسة جدا فمكتوب ايه الفيز اللي ممكن يقدم عليها انا فاكرة ان ما كانجي فيها مية تسعة وتمينين اللي هي بس كان فيها المية وتسعين او الفيزة رقم مية وتسعين وفياس تانية فقالتلو ادخل على اللينك اكتب هتلاقيه وحطت له من الموقع وقالتلو ايه دي اسم وظيفتك وايه دي الفيز اللي ممكن تقدم عليها ادخل بها انت كمل بس فده احسن حاجة ممكن تعملها عشان تعرف ان وظيفتك مطلوبة في استراليا ولا لأ حديك اللينك ادخل حط وظيفتك شوف الفيز اللي ممكن تقدم عليها وادخل على الفيزة من اسمها هتعرفها طبعا هي ايه تتكلم على ايه ادخل شراطها وتقدم عليها ازاي والكلام ده وانزل في اخر القائمة تحت او في اخر الوظيفة تحت هتلاقيهم حطين لك حاجة اسمها assessment body او الارجانزيشن اللي انت بتقدم لها عشان تعمل معادلة لالكواليفيكيشن بتاعتك الخبراتك واشهاداتك شكرا لكم جدا اشتركوا في القناة